قال ما بني اتفق معاكم في موضوع الناسخ والمنسوخ في الغرآن يعني الغرآن ما فيه نسخ نديك نسخ في الغرآن ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي صرت الأنفال تلقى الآية دي في نص الصفحة على يدك اليمين وزل سجم رماد ما عارف في امتى؟ ربنا قال يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإياكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآية البعديها ربنا قال شنو الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين في صورة المجادلة صورة المجادلة ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم شنو صدقة ها؟ الآية البعديها ربنا سبحانه وتعالى قال شنو قال فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم يبقى النسخ فيه ولما فيه النسخ فيه ولما فيه والقدرية بيقول لك لأنه لو قلت ربنا سبحانه وتعالى يأمر بأمر وينسخ هذا الأمر ده يلزم منه إنه ربنا سبحانه وتعالى ما عالم بعواقب الأمور ها؟ والعلم قالوا ده ما فيه موضوع زي هذا هذا ما فيه إشكال لأنه ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالأمر ويأتي بأمر آخر ينسخ ذلك الأمر الأول للتخفيف ها؟ ولرفع الحرج عن العباد ولحكم عظيمة ربنا سبحانه وتعالى يعلم شكذا ربنا قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء شنو قدير قاموا قالوا لا الآية المقصودة في قول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية قالوا هي الآية الكونية طيب من الآيات الكونية الشمس مش هم قالوا معناها عشان تعرف أنه بليد هما قال الآلية بتعطوا العقل من الآيات الكونية الشمس ولا ما يا أخوانا مش آية ربنا نسخها بشنو بالكانون بالجمر لم اتنسخت معناها شنو النسخ معناها شنو أشي عبي ولا يتبت كوركسو هالنسخ 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 هو شنو النسخ معناها الإزالة معناها شنو الإزالة ربنا أزال الشمس ما هي انت قلت آيات كونية انت قال لك بنخليك والله ما نخليك فهمت قال النسخ قال النسخ هنا هو الآيات الكونية طيب ربنا سبحانه وتعالى نسخ الشمس آية كونية ولا ما آية كونية آية كونية جاب بدل اجنو القمر آية كونية ولا ما آية كونية آية كونية ربنا أزال بجنو بدل بجنو الكواكب آية كونية ولا ما آية كونية آية كونية ربنا بدل بجنو الحيوانات آيات ولا ما آيات آيات ربنا بدل بيشنو نفسك ذاته نفسك دي آيات السمع والبصر والأنف والكلا ودي كلها آيات ربنا بدل بيشنوها شعبي عقلك ده بدل لك بيشنو لكن بدل لك الكفار بدل لك الكفار بيجيد بهيمة بل أضل من البهيمة فيمتا وده غران أنا استندت في نبزك ده على الغران ربنا قال إن هم إلا كالأنعام بل هم شنو أضل فيمتا فدي أوقت قل لي حدي ساحا دي آية فتقبل انت زول بهيمة فيمتا الحاصل وبعد ذا أقول لك عتوت أقول لك جنجدات أقول لك أي حاجة تسكت لأنه جبت لك آية انت قلت المركزية التي تنطلق منها هي الغران فأنا جيتك من المركزية بتاعتك ذاته وديتك مزغط أمامي تاني عندك حاجة ما عندك أيش طيب أول سايخ ده شغل بتاع نجر وشفها دارين الجدة ويصهروا في الجامعة للبنات وأنا أفتكر وأتصور وأمبسق انت قال نفسك في استوديو تتصور شنو انت وانت ما فاهم هو ذول يا أخوانا لحافظ غران لحافظ الصنة الأبجديات بتاعت العلم المعين ما عندك دار تخش العلم وتفتي فوقه ذول يا أخوانا ما أقرى هندسة ولا يوم شال له طورية ولا شال له مصطرينة ولا وقف مع معلمين طول بساكن ما ممكن يجي نظر له يقول له يا أخا ما ممكن يا أخا البناة ده بالشكل ده الأرشاد دي ما بتجيب الطريقة دي قل له يجي نزلوها يا أخا سقفوا سقف عادي بيقع بيقع في الطلب المساكين دي أنسخوا ما بيجي ذول دار ينظر يتخيل مش هو حصل مرحلتين يا أخوانا آه يمشي يقيس وكده لا وما قرى ذاته دار يجي نظر ذول يجي يقول يا أخوانا أنا أفتكر أنه التوصيلات بتاعة الكهرباء الداخلية دي المفروض تكون حداشر كيل ما فيها مشكلة يعني وأنا بغالت ذاته توماس أديسون ذاته بغالت لك مفروض تقول ده ده نصيح ده ده نصيح أنت بجديات العلم ما عندك أنت الليلة أول حصة بيدوه لك في الرسم الهندسي ده أول حاجة بودوك الرسم الهندسي ده ذاته شنو وفوائده شنو والأدوات المستخدمة شنو في إمتى والورقة دي تخدتها كيف وطلصيقة وحرفتي تخدتوا كيف وبعد ذاك لما انتجي تخش دوه ليه دار تجيب ليك مماس دار تجيب ليك مسائل كتيرة شكلي مخروطي الأساسيات دي تحت الرسم لكن ما ممكن ذول بس يا أخوان أنا قبلوني في جامعة السودان كذي الدنيا أرسم لكم مرجى الفاتح ده والتاسة جامرة ما دك ما عارفه ذول يا كافي البلاء غران ما حافظه والله تحدام واحد يجي يتكلم هنا يقول ليه غران صح سنة ما عارفه لغة عربية ما عارفه دار تتكلم في الدين كيف انت يا أخ شيخ الترابي ذات غران ما حافظه لما انزره بتاع غنات الجزيرة وغنات بتاع تخوان مسلمين ذات قال لو انت حافظ الغران لأنه هنا بيكذبوا للناس حافظ الغران بسبعة روايات قال أنا ما حافظ الغران لكن غرأته التفسير غرأته التفسير ونحن ذاتنا ما قرينا التفسير فيمتى وقال بتكلم في الندوة دي تعالى الميدان الغربي 2006 سمة جديدة الفكرة الديني وجابه الشيوعين شان الضروبه والإسلام في زعمهم فيمتى قال ومن الجبال جدد بيط صفر خضر حمر قال الآية دي نزلت على منو دي دي آتوا آية دي من الجبال جدد بيط صفر خمر حمر خضر دي نزلت على منو الآية دي دي في آتوا كتاب تعالوا خشوا ويرونا مش قدتوا المركزية بتاعتكم الغران بتقبلوا في المركزية بتاعتكم إنه في زول يزيد في المركزية يا أهلك الله ما تجد دوا فينا ساعت انت ما فاهم حاجة ما فاهم أضل من حمار أهلك ما فاهم أي حاجة تابع الساكت تبع ما قادر تدافع عن دينك الباطل تعالى الترابدة دين باطل يا أخي زول يسب الصحابة ينبز الصحابة ربنا قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم انت عارف ليه ربنا بيقبل عنهم لأن ربنا زك بواطنهم العلماء قالوا لما انت زكي زود صاحبك زود صاحبك تقول والله يا أخواننا فلان ده زول تمام كويس وكذا قالوا تقول نحسبه وده في الحديث كذا حديثنا نبي صلى الله عليه وسلم قال تقول نحسبه والله حسيبه ولا يزكى على الله أحد أما الصحابة ربنا زك قلوبهم أهل أمر ده نسخ نسخ الأمر ده نسخ فرصة مفتوحة للحبار الأمر ده نسخ رأيكم شنو في الأمر ده ربنا قال رضا عن الصحابة ورضي فعل ماضي والفعل هو ما دل على على مسمى أو على شيء وقع في زمن من الأزمن الثلاث الماضي أو الحاضر أو المستقبل أو طلب فعل الأمر في المستقبل وده فعل الأمر فربنا قال رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم شنو فتحا قريبا العلم قالوا لو الصحابة زي ما قال الخطيب البغدادي لو ما نزلت فيهم آية ولا حديث يزكيهم قال لكانت الحال التي عليها من الجهاد والهجرة ومن مقاتلة الأعداء ومن الخروج من المال والأهل والزوجات والأنفس في سبيل الله لأوجبت هذه الحال محبتهم والقطع بعدالتهم طيب من ناحية ابتعد إنجازات ما هي إنجازات الترابي مجلة الدستور سنة 98 قال في الماضي أكلنا على الشعب السوداني وسخرنا لمصلحتنا الخاصة أستغفر الله حرامي حرامي وما بنعفلك إن شاء الله لو بيجيب لي كيستسالي ما بعفلك فيمت وقال بالرغم من أننا جئنا بثورة علمية إلا أننا أكلنا حتى أموال المعلمين يا أخو باللادن التكفيري التكفيري باللادن قال قال أنا جيت للترابي هنا وقال له زول بتاع دين قال لما مرق من السودان سألوا عن شغل بتاع الترابي قال وجدته مزيجا من الدين والجريمة المنظمة ده شغل الترابي سنة 96 ده ترابي تقال الترابي ده جاب حاجة للناس سنة 96 بمطار الخرطوم الترابي سلم كارلوس كان المطلوب الأول قبل باللادن سنة 96 بمطار الخرطوم سلموا للسلطات الفرنسية بل كيلينتون في المذكرات بتاعته قال لغا تكوننا أغبياء لما عرض عليهم الترابي تسليم أسامة بن لادن قال فرفضنا ذلك في إمتى أحشان ما تقول ليه الترابي ده الترابي ده زول عنده حاجة زول قطع البلد زول حسود يا خنحنا كنا في ولاية النينة لزرق من 94 مرقنا منه 2001 الترابي ده لما يجي ها طبعا الكيزان الكيزان زمان والشعبين هسي بيقول لك أدينا ليه واجبنا وانطرح حاجبنا وشيخ حسن عاجبنا ده لما كان يجي البلد بيضربوا ليه والشجر جير والله يقول لك يا لله يا لله وشيخ حسن وتكبير واق يكوري شغل بتاع تصوف بس ما في أي دليل فهمتها والحمد لله الترابي فشل والوهمة بتاعته فشلت وانتهت وموضوع انتهى الحمد لله وبقزاته زول زول فاضل الترابي ما في فهمتها زول فاضل الترابي الزاك العجوزة الأشيمط الذي أراحنا الله منه